لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد بدأت تعود جذور العصابة بدأوا هم اعتبروا أنه سجن توفيق وترطاق وحنون والسعيد في مؤامرة ضد القاية الصالح هي ما كانتش مؤامرة ضد القاية الصالح حقيقة كانوا رح يريدون عزل القاية الصالح باش يسيطروا على المؤسسة الاسكرية والأجهزة الأمنية هذا هو اللي كانوا يقفلهم في الطريق فأرادوا عزلوا باش يسيطروا على المؤسسة الاسكرية ويفوتوا مشروعهم الانتقالي عن طريق مجلس الرئاسي ويحطوا بعد الرئيس ويبقوا هما في دائرة الحكم هذا كان مخططهم أجهدوا لهم القاية الصالح عن طريق المؤامرة اللي قدموهم للمحكمة العسكرية كانت مؤامرة ليست على شخص القاية الصالح ولكنهم صوروها على شخص القاية الصالح بمجرد مغادرة القاية الصالح للدنيا بدأوا يعملون على استرجاعهم في ذهنه أنه توفيق هو رجل الدولة حتى نشوف في مديع كثير أنه رجل الدولة توفيق رجل الرئاسة عمره توفيق مكان ضد جهة معينة أو يصنع لوبهات اللي يقول لكم راه هو توفيق كينصان علوبي اسمه التوفيقية داخل النظام الجزائي اللي يكذب عليه توفيق شخصية ضعيفة جابان بمعنى الكلمة ما عندوش قوة لكنه عمل هالة وأكثر من عملون الهالة هم المعارضين اللي يردوه رب تزاير والعياذوا بالله وفعلوا ما فعلوا هو عبارة عن بعبع فارغ بالونة تقصها بدبوس تتفجر وهذا ما اكتشف السعيد بوتفليقة السعيد بوتفليقة كان ينظر من خلال الهالة اللي كان محيطة بتوفيق كان ينظر إليه على أساس أنه أمبراطور لا يمكن كان يخاف منه ولكن عندما طلب عن طريقه يحيى أن يلتقيه التقاه قعد معه ساعة أو ساعتين عارفوا بأنه حكاية فارغة خرج من ثم دار له مخطط معه القيد صالحه جماعة وكذا وكذا وتم عزله عيط له حتى التليفون ما عيطه نوش عيط له ويحيب التليفون قال له سيادة الفريق رك رايح للتقاعد لمحويجه ورحل داره هذا هو توفيق تستطيع أن تستعمله الجهة اللي جي للسلطة تستعمله كان وفي للشادلي وبعد كان وفي الزروال بعد كله كله كان وفي ليهم ودائما مع الجهة القوية هو دائما عمره هو يرفض أن يكون خصم عمره لا يحط نفسه في الواجهة ولكن ما عرفه الدياراس في تلك المرحلة هو انكسار من يعتقد بأن الدياراس في عهد توفيق وصل درجة القوة فهو يكذب عليكم الدياراس أو المخابرات الجزائرية تم إضعافها في عهد توفيق كثير من الرجال الحقيقيين رجال الأجهزة الحقيقيين تم الاستغناء عنهم واش خلى ناس آس يتأخروا في الرطب كم من إطار راح للتقاعد وهو ما زال آل هو صنع لبيهات وصنع أخطبوت من العلاقات في كثير من الدول وراح استغنى عليه والتي في قرب منه غير لي شيء تقوله حتى هو المتردية والنطيحة اللي يسكت يقوله يطبقه فقط فلذلك لما وصل الجهاز الدياراس مرحة معينة كان المسؤولين اللي في الجهاز كلهم ماجسوا من الكفاءات الحقيقية تم استبعاد الكفاءات الحقيقية لذلك من يقول بأنه الآن عذا رجعت الدياراس معناها رجعت قوة الجهاز أبدا حقيقة الدياراس أسوأ مما يعتبر الأسوأ في مراحل المخابرات الجزائرية ولكن بعدما حلوه جاء الأسوأ من السوء درجة أخرى أكثر من القذار هذه هي الحقيقة لأنه تم تفكيك الجهاز إعادة بإناء الجهاز لا يجب أن تمر عبر توفيق تمر عبر كفاءات حقيقية تم استغناء عنها تم تضييعها تم إخراجها من المشهد هذه هي لكن هذه هي التي يجب أن تكون وأما من يعتقد أنه توفيق رح يرجع ويعيد بناء امبراطورية الدياراس الرهيبة التي تعيد هيبة الدولة هذا كلام فارغ حتى مكافحة الإرهاب حتى مكافحة الإرهاب ما قام به الدياراس ساعد الإرهاب الذين هزموا الإرهاب ليس الجيش الوطني الشعبيني وحده من يقولك أنه الجيش هو الذي قضى على الإرهاب يكلب عليك الإرهاب تم القضاء عليه لما تدخل المواطنون وصانوا دخلوا عن طريق الباتريوت وهما يعرفوا المناطق عندما دخلوا بتلك الطريقة تم القضاء على الإرهاب وهذا موضوع لازم يجين هارو نحدثكم عليه كيف تم القضاء على الإرهاب هل المؤسسة العسكرية هل الدياراس المخابرات هما اللي قضوا عليه سأبين لكم الحقيقة ما يكذب عليكم الذي هزم الإرهاب هو الشعب الجزائري بدعم من المؤسسة العسكرية ودون ذلك فهو كلام فارغ منطقة البوليدة التي كانت فيها الناحية العسكرية الأولى التي هي أكبر ناحية كانت منافعها مناطق محررة تسيطر عليها الجماعات الإسلامية المسلحة أنذاك ولم يستطع الجيش تحريرها من حررها حررها المواطنون ولكن بدعم من المؤسسة العسكرية حقيقة وهناك كثير من الأسباب من الناحية العسكرية التي أدت إلى ذلك الضعف يجين هارو وانتحدث لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر